نبتزي مع بعض. تمام. نعمل ايه علشان موضوع الاجهزة دي هم ما ينسوش القديم. حلو. اللي اخدوه السنة اللي قبلها. ونجهزهم. ونجهزهم ونحضرهم للجديد. كمام جدا. من غير خناقة بيني وبين. من غير زعل ولا خصم ولا اي حاجة خلط. بالعكس نتبسط احنا اللي اتنين. هو اصلا الهدف ان احنا كمان نتبسط معهم. تمام. طيب. تعالي مثلا نقول الدراسات. مش الناس دي علنين من الدراسات. حلو. الدراسات دي ايه? مش طريق وجغرافيا طيب احنا بلد فيها طريق وجغرافيا. يعني مفيش احلى من كده. الناس بتجيلنا من الدنيا كلها تتفرج على الحاجات اللي عندنا. طيب مش الاولى نروح احنا نتفرج على الحاجات اللي عندنا. الحاجات اللي عندنا دي كنوز. يعني تمام. وحاجات في منتهى الجمال. هم ما هيدرسوها. وهو الطبيعي ان احنا نعرف بلدنا. ده اصلا يعني سواء تاريخ او جغرافيا. الاول. وبمفروض انها هنعرف بقية الدنيا كمان. انا انسان مصقف. بعرف الدنيا كلها ماشية ازاي حواليا. بس ب ده ابدأ الاول باللي عندي. حلو. تمام. الحاجة كلها جنبنا. المتاحف مفيش احلى من كده. والاهم من كده ان فيها قسم تعليمي بيعمل للاطفال انشطة تعليمية في الاجازات مجانية. طيب كل المميزات الجميلة دي مش هروح اتبسط. اعرف التاريخ بتاعنا على شكل قصص وحكايات. اشوف القطع اللي موجودة. وافهم الدنيا. وافهم كل ده. وانا رايح زيارة مبسوط مع اهلي ومبسوط مع صحابي. نشجع بعض ان احنا نروح نستكشف مع بعض ادي التاريخ. وفي عندنا اصلا كمان متاحف علمية. يعني عندنا مثلا متحف علوم المية مثلا. خطير. وكل ساينس. كده احنا مش بس بنتكلم في التاريخ وجغرافيا. احنا كمان بنتكلم في الساينس. تمام. كل الحاجات دي متاحة. عندنا المراكز الاستكشافية مثلا. خطيرة وفي منتهج جمال ومجانية اصلا. انا بروح الاماكن دي مع ولادي وبصورها للناس. والناس بتكتب لي كلها انواو ايه ده الكلام ده في مصر. ايه ده بجد. انا سفرت برا وروحت اماكن زي دي برا. تفرج على الصور بتاعي دي. وتفرج على الصور بتاعي دي. ووريني الفرق. طبعا هنا احضب كثير. هم حايلين في جميع الاحوال. بس الفرق استعر بقى. يعني ده مجاني اهو. طب يلا روح تقبر من انت. طب ايه اماكن زي ايه. المراكز الاستكشافية مثلا. ده كده ده الاول. يعني ده الاول كده. ده مجاني تماما. الفرع الرئيسي مثلا في حدايا الابا. هتلاقي فيه ديناصرات. هتلاقي ديناصرات. الولاد دايما بيسألوا مثلا عليه. هتلاقي فيه. كمان فيه مثلا البركان. كمان الجيالوجي. ازاي الارض وتطورها. يعني. بين المكان ده? حدايا الابا. اه. انا كتبة كل التفاصيل والساعة. انا ناخد لينك طبعا كل التفاصيل دي. بيفتح امتى و ايه مواضيع. كل التفاصيل دي انا بكتبها عشان يبقى. اللي عايز يعمل حاجة كويسة مع ولاده بمنتهى السهولة يدخل يختار كل اللي ينسبه. هو بالاصح انتوا اتفرجوا معاهم. يعني يبتدوا يشوفوا الكلام ده هم هتلاقي انهم عايزين يزوروا الاماكن اللي زي دي. تمام. ايه كمان تحبوا. عايزين تسألوا على ايه كمان. لو مثلا دي حاجات الزيارات تمام. الحاجات التانية اللي نقدر نستخدمها بمنتهى سهولة الدنيا. الحاجات الكنوز اللي انلاين موجودة دلوقتي. يعني بدل ما الانجليش مثلا تمام. لغة اساسية والمفروض. يعني اي عايزت تعرف اي حاجة هتلاقيها السورس بتاعها. يعني هتلاقي معلومات اكتر بكتير هي انجليزية. مصدرها. دلوقتي حاجة اساسية مش مش اختيار خلص ان يبقى عارفين انجليزي ومش عارفينه عادي كده. لا عارفينه فعلا كويس. تمام. هناخده تمام. بس احنا نقدر دلوقتي ننجويت كلغة. نستمتع بيها. وكلغة مش مجرد جرامر وابقى قاعد متأزي وانا احط ايه قبل ايه وعمل ايه. انا عايزه يعرفه اسهل وابسط من كده. لسن يبقى كويس. نطقه يبقى كويس. فهمه اصلا كويس. ويبقى عنده حصيلة لغوية. يعني كلمات كتيرة يقدر يستخدمها بعد كده. مفيش اسهل بقى من كده انه يتعلم ده ببرامج اطفال. كارتونز. اليوتيوب مليان كارتونز صح. مليان حاجات كتيرة. بس الشطارة والرك على الاختيار. اخطار انه هو يتفرج على ايه. تمام. يبقى الاول. احنا بنستخدم الحاجات الموجودة. وبروح وزيارات قد مقدر. اكيد. وبعيش معاهم. وبقى عندي علاقة معاهم محترمة. لكن ده. واكيد ان الحاجات العملية واللي بقيدي هي الاولوية. تمام. لكن من ناحية تانية الجزء الانلاين والجزء بتاع الشاشات اقضى مش. احنا مش ضده. احنا مش ضد التكنولوجي. بالعكس هي الشطارة اني ازاي استخدم التكنولوجي دي. بحاجة فيدي. لمصلحتي. تمام. استفيد بها. واتعلم بها. واسهل طريقة. وانا في بيتي. وكده كده الموبايلات معاهم اهو. بس ازاي بيستخدموها كويس. فالكارتونز دي فيها حاجات في منتهى الجمال. هي قريدي معمولة تعليمية. تمام. متنوعة للغاية. انجليزي تلاقي. انجليز انجليزي. يعني ازاي يقرأ. ازاي انه هو يتعلم فوكاب. ازاي هو يتعلم جرامر. كل اللي انا نفسي يعلمه له بكارتونز. انا عاملة سلسلة كاملة اسمها كارتونز. ولكن يعني كارتونز. ولكن مفيدة جدا وممتعة جدا. ومجانا وعلى يوتيوب هي موجودة.